اشتحت أمطار غزيرة وعصفة قوية بعض المناطق في وسط وجنوب شرقية الولايات المتحدة يوم الأربعاء مما رفع مستوى المياه لمعدلات خطيرة الأمر الذي جلب تأثيرات سلبية على حياة المواطنين وسفرهم وقد أزلت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا قالت فيه إن بعض المناطق قد تتعرض لإعصار تعرضت ولايتي جورجيا وساوث كارولينا لأمطار غزيرة يوم الأربعاء الفائد مما حول الشوارع في بعض المناطق إلى سيول جارفة ولتغمر الفيضانات العديد من السيارات في حين شارك رجال الإطفاء في عمليات الإنقاذ أما في ولاية آلا ماما فقد تضررت العديد من سقوف المباني والجدران بسبب سوء الأحوال الجوية هبت ريح وحنت الأشجار ثم بدأت أمطار خزيرة بالحطول وذهبت إلى الحمام مع أطفالي وإلى ذلك فقد تعرضت بلدتهم في ولاية ميسوري لزوباعة يوم الرابع من الشهر الجاري مما تسبب بأضرار جسيمة في مباني إدارة الإطفاء وبدرسة ابتدائية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر